أثار قرار رئيس النظام السوري بشار الأسد إلغاء منصب مفتي الجمهورية الذي يشغله أحمد بدر الدين حسون كثيراً من الأسئلة والتكهنات في وقت عزز فيه الأسد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف وحسب المرسوم الجديد أصبح من مهام المجلس العلمي الفقهي الذي يترأسه وزير الأوقاف في حكومة النظام عبدالستار السيد إصدار الفتاوى ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها ويضم المجلس مرجعيات شعية تدين بالولاء لإيران فيما قال مراقبون إن خطورة إلغاء منصب مفتي الجمهورية ليست متعلقة بإزاحة المفتي أحمد حسون التابع للنظام بل بالاعتداء على منصب الإفتاء استكمالاً لمخطط تغيير هوية سوريا الديمغرافية والدينية ويمهد لدخول إيران على خط الإفتاء في سوريا وإدخال المؤسسة الدينية في دائرة المحاصصة الطائفية والتقسيم بينما اختارت قوى الثورة السورية الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً لسوريا ما يلقي على عاتقه مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة كلفت بهذه المهمة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني عليها وأن يجعلها لي حجة يوم القيامة لا حجة علي هيئة علماء المسلمين في العراق تقدمت بالتهنئة للشيخ أسامة الرفاعي مشيرة إلى أنه أهل لذلك الاختيار داعية الله له بالعون في هذا المقام وأن يعجل بالنصر للشعب السوري الشقيق المفت السابق أحمد حسون عرف بمواقفه المؤيدة للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد واستغلاله المناسبات الدينية لدعم النظام والترويج له كما عرف بتصريحاته وتفسيراته المثيرة للجدل لبعض الآيات القرآنية ومع بداية الثورة السورية انحاز حسون لسلطة النظام ووصف الثورة والحراك الشعبي بمؤامرة تستهدف أمن سوريا في حين وصفه معارض النظام بأنه مفت البراميل بعد دعوته النظام السوري لإبادة الأحياء الشرقية إبان سيطرة المعارضة السورية عليها كما شن حسون في مقابلات ومناسبات عدة هجومه على اللاجئين السوريين واصفاً إياهم بأنهم خدم وعمال عند الدول الغربية إلغاء منصب المفتي في سوريا جزء من سياسة أوسع للنظام وحلفائه الإيرانيين رغم أن حسون كان مقرباً منهم تتصل بإعادة ترتيب الشأن الديني لتواكب عمليات تغيير واسعة النطاق والتي تعد العامل الديني مجرد خادم للنظام وأداة من أدوات السلطة الحاكمة يعاد ترتيبه وتكييفه بطريقة أمنية واستراتيجية لمصلحة النظام وحلفائه